تعالنا اعمل سمك في ليه اشر بياض مشوي على طريتي بطريقة بسيطة وسهلة المآديرة على الشاشة طاصة شديدة الحرارة على النار والسمك في ليه اشر بياض وتدبلة الخاصة هنشوفها نعمله مع بعض ازاي حاضر اينيا والمآديرة على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم ناخد كده ها ها عصير اللمون غششين يا سيزاريحام عصير اللمون والطوم انا مركز في خمسين حاجة مركز في الكلام الحلو اللي بلوز سادة المشاهدين ومركز في الشغل الحلو سمك في ليه اشر بياض وتوم وعصير اللمون وزبدة ومع قليل من الشبت لان السمك يحب الشبت وما ننساش المسترضة هناخد السمك الفيديده كده الله ما صلى على النبي اه اشر بياض سمك بلتي ناخد الضهرية بتاعته خير ما زرعنا نجيب البلتيال لوزنها نص كيلو نرفع الضهرية بتاعتها لا بيبى طعمه عسل لانه طلع من ارض عسل اه هناخد السمك ده كده اللهم صلى على النبي والتوابل بتاعتي عم الشيف انا هنهارده ما اعتمد في الطعم على الفلفلة الحلوة دي فلفلة شتوية كده فرمتها باثنين مع بعض والفلفل الحلو ده سكة المطبخ المكسيكي شوية زعتر شوية توم هلو زيت زيتون السمك الفيديده الاشر بياضه هينبوا من الحب بجانب السماء مالك الفاتوش وتدبلت الفاتوش معايا اهوت عشان يبقى الطعم طعم مختلف ونمسك السمك ده يعمل الشيف نتابله طاسة شديدة الحرارة سكة السماء واخد سكة المسخن من المطبخ الاردني مطبخ الفلسطيني الشعب الاردن طبعا سماء السماء ده مالك الفاتوش ومالك المسخن دجاج مسحب مسخن اهوت طاسة شديدة الحرارة مدرسة المغازة بتقول ايه سلايز لامون حتى لايال طاسك السمك بالطاسة الله الله عارحة اللامون الله والرحة اللي اخضر الله اهوت كل ده يشيف كل ده يعم يشيف وننزل بالسمك ده كده ياولي اهه هدخل دي الفرن جرب الطعم ده يعني ما الشكل ده مناش دعب الشكل انت جرب الطعم اهه ما بصلت السيادية بتلاقاها لونها بني غامي تاكل شوية رز صيادية ما لقومش حل اهه نشيل كل ده من هنا والرواء الدنيا اول بول عشان الصورة الحلوة تبقى حلوة اعمل ايه عم الشيف ارواء الدنيا السمك بتاعنا زي ما هو كده درجة حرط الفرن عندي جاهزة باعمل التركاية دي ده مكعب زبدة خليك انت حسن مني بقى وقت الزبدة دي ضربها في الكبة حط عليها شوية ريحان حط عليها فاصي توم بعد ما تضربها كويسة تبقى شكلها كريمة عاملة زي التومية كده وعملة زي المايونيز اللي فيها في ورقة زبدة وحطها في كيس تتجمد تبقى معك الزبدة بالفليفر والطعم اللي انا بقوله ده كيف بقى ويدا المزاج ويدا الرواءان في المطبخ لما توقف في المطبخ تجودي وتعملي احلى من الشيف المغازي هناخد الطاصة دي زي ما هي كده باللي فيها ده كده يلا مخرجنا جميل التفاصيل مع سمك في ليه اشر بياض ماشوا ايه ده ايه ده الصورة الحلوة تصبك الكلام اخبار السمك ايه في الفرن طلعوا مع بعض يلا اه ايه الحلاوة دي اشيف لا يا غالي تحرق ايه المال الحلال ربك بيبارك فيه الله الله عالطعم اه فيه تفاصيل هنا ميعملها شغل الشيف المغازي مخرجنا الجميل الله يرضى عليك ايه يا التفاصيل نزلي شوية دهب من السمك شوية بيون فيه زبدة وفيه بهريز وفيه طعم لطيف قوي اعمل ايه هنا في الحلوة دي باقي معايا السمك نغرفه مع بعض اللهم صلى عنه في الطبق الحلو ده كده الله حلو هاوي طبيعي نغرف سمك حط خضرة كده لطيفة ده البرزنتيشن بقى اللي هو ايه انت بتوري نفسك وتوري شقاوتك في المطبخ وفي الطبق اللي بتغري فيه اه الله شايفين اللون ده اه سمك مشوي بالخلطة المغازية ده خلطة غير معتدة ان احنا نشوفها مع سمك في القش بياض تفاصيلها سماء فلفلة توم زيت زيتون زبدة شايفين طعم الزبدة اهو تفاصيل ده كلها اهو معانا اللمون الحلو ده كده جرب الطريقة دي وقليني رايك فيها ايه اه اكد الطعم لو انت عاملت طبق ده بس عالصفرة ده عايز رزة ابيض مصري معمول بشوية زيت وملح وخلص الكلام مع فص حبان ورقت اللاورة وبالفة انا وشفة وتقدم معاه سوس طماطم او كاتشاب لو لولاد بيحبوه اه ده الجارنش بتاعنا نشيل الطبق ده من هنا اشتركوا في القناة